موسيقى حصيت على الدكتورة عام 1995 أصغر دكتور في العراق وحصيت على درجة البروفيسور عام 2003 كأصغر بروفيسور في العراق كذلك موسيقى بلاد رافدين واللادة بالمبدعين والعباقرة ومن يضعون لكل شيء حل خاصة في مجالات العلم مكتشف من البصرة لديه براءة اختراع لأكثر المشاكل ضررا بالمواطنين الحرائق عدو لا يرحم قد يقف لهيبها بعد أن وصلت التجارب وضع التنفيذ بفكرة قدمها البروفيسور من كلية العلوم حقيقة أحد أهم الأسباب الحرائق التي تحدث هو استخدام مادة السندويج بنال في عمليات البناء والتغليف ومادة السندويج بنال عبارة عن ألواح من الألمنيوم محشوة بمادة الفوم اللي هو البوليوريثين سريع لإشتعال وعندما يشتعل يولد عدد من المواد الكيميائية الخطرة السامة مثل الغاز السيانايد كذلك من التفكك حراريا يولد مجموعة من المركبات المتطايرة السريعة لإشتعال ويولد شعلة حرارية جدا كبيرة لذلك دعتنا الحاجة إلى تحضير مادة بوليمرية جديدة من خلال براءة اختراع لطلاء الألواح السندويج بنال وحمايتها من الحريق والحماية اللي عملناها هي حماية مزدوجة أنه تمنحها من التفكك الحراري وما تولد غاز السامة وكذلك تمنحها من الاحتراق بصرة FR10 مادة تقاوم الحرائق بكل ما تملك من قوة رخيصة الثمن إذ ما طرحت في السوق وأمينة على المواطنين عند الاستخدام ومعدة من مواد طبيعية المادة هي تكون رخيصة الثمن ومتاحة ومتوفرة من المواد الطبيعية اللي نستخدمها وممكن تحضيرها بسهولة ويسر وتكون ذات تكلفة بسيطة ورخيصة الثمن وعملية التعامل معها راح تكون سهلة من خلال عملية الرغش للألواح السندويج بنال أو من خلال الطلاء باستخدام الفرشات لا تعملوا هذه المادة فقط على السندويج بنال إنما تحمي الخشب والأقمشة وربما مواد أخرى حال إجراء بعض التعديلات عليها حتى لا تغيروا من شكل المواد أذ لمستها النيران وهي المنتج الأول من عدة منتجات أخرى سوف تحضر لاحقاً للطلاءات وهذه إن شاء الله بالتعاون مع جامعة البصرة والمكاتب الاستشارية في جامعة البصرة وفعلاً قمنا بتطوير هذا المنتج ويعمل بكفاءة عالية لكن يحتاج إلى بعض التحسينات لأن استخدام الخشب يحتاج إلى نوع من البرقان والأمعان حتى يكون المظهر الخارجي للخشب يتوافق مع النموذج يحتاج زيادة من البحوث في هذا المجال حتى يكون المنتج جاهز إلى التسويق الالتفات لمن يقدم خدمة لعامة الناس خاصة علماء المجتمع ضرورة قصوى أن تقف الدولة والمعنين فيها لدعم هذه الابتكارات كباقي الدولة والتي لا تركن مبدعها وتهمل ما يقدمونه من بحوث عسى أن ترى النور وتضفي لمسة الإنسانية في بلاد أهلكتها الحروب لبرنامج يوم جديد أحمد علي البصرة